الحقيقة الخبر الجديد بطعم الرياضة وبطعم السياحة دايماً بنبقى سعداء جداً زي ما اتكلمنا عن بطولة العالم للقوى البدنية واتكلمنا عن بطولات كثيرة والسلاح والرماية الحقيقة البطولات اللي بتتعمل في أماكن سياحية دي الحقيقة بيبقى ليها مردود كبير جداً برا يعني بيبقى مردود كبير ولازم يبقى عندنا ثقافة ان احنا كل حاجة لازم بناخد من وراها جيد النهاردة لما بتلاقي بطولة بتنجح في أماكن سياحية فبتنجح سياحياً كمان مصر الأول مرة في الشرق الأوسط في التاريخ هتستضيف بطولة الدولية لصيد الأسماك الحقيقة الموضوع ده أنا كنت دايماً بيشوفه في البرامج اللي برة والأخبار اللي برة ولكن أول مرة الحقيقة أسمع أن مصر تستضيف بطولة زي دي طب هتتلاعب فينة تلاعب في الجونة وما أدراك ما الجونة هذه البقعة من أرض مصر الجميلة والخلابة طيب خلينا نقول لحضركم الخبر وتعلقنا عليها عشان تعرفوا التفاصيل أكتر النهاردة انطلقت البطولة الدولية الأولى لرياضة صيد الأسماك التابعة لمنظمة دولية لصيد الأسماك IGFA طبعاً دي صور من البطولة واللي بتتلاعب لأول مرة في الشرق الأوسط كله بتتضيفها مدينة الجونة تحت رعاية وزارة شباب رياضة هتستمر لحد يوم 17 فبراير اللي جاي بإذن الله البطولة هيشارك فيها 14 فريق من 7 دول وهي إيطاليا، سويسرا، لبنان، سكتلندا، سعودية، جنوب أفريقيا، مصر البطولة دي من أقوى وأهم البطولات الدولية حيث أنها مؤهلة لبطولة العالم لصيد الأسماك في كوستاريكا 2025 سابين يا جماعة وشايفين الصور دي وشايفين يعني الجو ده ما كانش الصراحة كنا بنلاقي آه في صيد أسماك في مصر بس بطولة دولية مؤهلة لعبطولة العالم لا ما حصلش البطولة المفروضة هيحضرها ماسيمو بيرينويا رئيس منطقة البحر الأبد المتوسط لصيد الأسماك وأندريس ستيفانوس رئيس الاتحاد جنوب أفريقيا لصيد الأسماك وتامر حابس مدير عام الاتحاد السعودي للرديوات المائية والغوص والحقيقة زي ما حضركم شايفين يعني البطولة لها مردود كبير زي ما أنتم شايفين الإمكانيات الجو جميل وجود الأسماك نقاء المياه كل ده بتحط في الحسبان لما تيجي تنظم بطولة زي دي ويكفي طبعا أن كل في البطولة دي أكيد لها يعني أو الرياضة دي لها مردينها ليها شعبياتها ليها ليها فالنهاردة لما يتقال بتلاقي في الجونة أنت النهاردة بتعمل إعلان كبير جدا عن الشواطئ المصرية طبعا ده أحد الأسماك بيسموه تليمين أبو سيف حاجة زي كده فموجود النهاردة أنواع الأسماك شايفين المياه وراء الصورة المياه اللي في الصورة دي المياه نقية ازاي طبعا أكيد مختارين وقت معان في السنة ودرسين الجو كويس هناك ودرجة الحرارة فكرة حاجة كويسة جدا حاجة الحقيقة مفخرة يعني الواحد بيبقى سعيد جدا يعني بالأخبار دي وبنبقى حرسين نحن نجيبها لحضراتكم عشان تعرفوا قد إيه يعني مصر يعني جاذبة لكل مكان يا رب دايما يحفظ بلدنا ويا رب دايما من نجاح إلى نجاح ودايما مصر بإذنك يا رب محفوظة ومحروسة